كمان انت محتاج اطلاق حرية ابداع وحرية انتاج لانه اي احتكار من اي جهة لانتاج خصوصا في الفن وفي السينما فده معناه انك انت بتقفل السينما بتقفل هذه الصناعة فان احنا بنشوف شركة بعينها تحتكر الانتاج الدرامي او تحتكر الانتاج السينمائي فده اعلان ان احنا هنبقى يعني مرميين في اسافل القوائم الانتاج والارادات في العالم اطول وقت ممكن وهذه ليس من مصطحة احد يعني فده جزء مهم حتى محاربة الاحتكار النجومية مينفعش برضو يبقى خمس ست نجوم وهم دولة اللي انت بتعمل عليهم تدوير كراسي موسيقية اللي معني اوي بصناعة السينما واللي مهتم بيها كجزء مهم لصناعة الفكرة المصرية المشروع المصري القوى النعمة المصرية التأثير المصري السياسة المصرية لازم يفكر في هذه الاسئلة وفي هذه الارقام علشان يكسب من السينما ما لا يمكن ان يكسبه من السينما اي دولة اخرى لا مجورة ولا بعيدة ولا معادية ليه لنحن نملك كل هذا الكنز ولكنه مدفون كنز مدفون 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 فلا قيمة لاثر وهو مدفون ولا قيمة لبترول ولم ينقب عنه الاصل ان احنا عندنا هذه الثروة العظيمة لكننا قاصرون تماما عن ان نحمي هذه الثروة وان نعظم هذه الثروة واخشى ان نفهم انها ثروة وان نتعامل باعتبرها ثروة